يهلا وحياكم الله تم الإعلان بشكل رسمي عن الجيل الجديد من اللوحات الرئيسة اللي تعمل بمعالجات انتل الجيل الثاني عشر واليوم رح نشوف مع بعض هذا البكيج الرائق اللي وصلنا من اسوس خلوكم معنا زي ما قلنا اليوم هو الإعلان الرسمي عن أغلب اللوحات الرئيسة اللي تعمل بمعالجات الجيل الثاني عشر واسوس مشكورة أرسلتنا البكيج هذا اللي رح اليوم نشوف وش موجود داخله ونتكلم بشكل موجز عن المواصفات اللي يضمها هذا الصندوق خلونا نشوف مع بعض المحتوىات اللي موجودة داخل هذا الكيت زي ما احنا شايفين شعار الانتل كور وشريحة الزيد 690 شعار الارو جي وايضا ريبوبلك اف جيمرز ولما نفتع الصندوق رح نشوف هذا التغليف ضايق جدا من ايسوس طبعا مقسوم إلى جزئين الجزء الأول حيكون فيها اللوحة زي ما احنا شايفين رح نرجع له ونشيله بالشكل هذا والجزء الثاني رح يكون عندنا المبرد الخاص بالل جي اي 1700 طبعا ايسوس الآن صارت تتوفر منتجات تبريد وهذا احدث منتجاته اللي رح ان شاء الله نسوي لمراجعة كاملة ولكن رح نشوف فتح صندوق له مع بعض خلونا نشوف اللوحة خلونا نشوف الآن اللوحة نفتح الغطى باسم الله صراحة دائما دائما تغليف حق ايسوس جميل جدا اللوحة هذه الارو جي ماكسيموس زي 690 هيرو طبعا داعمة لي الويندوز 11 فيها تقنية الواي فاي 6 اي فحنا نتكلم ان شاء الله انه التيبست اللي فيها زي 690 واد داعمة لمعالجات الانتل الجيل الثاني عشر داعمة لتغيط الاوبتين ودي دي ار فور والسوكت الجديد الالجي 1700 وللبي سي اي اكسبرس 5.0 مع الاورا سينك لما نشيله في عندنا هنا ملاحظة but wait there's more هنشوف وش فيه نشوفه اضافة جميلة التيشرت شوف كيف عليه شعار الارو جي بسم الله اول ما نفتحه راح تجينا اللوحة نشيلها نخليها على على جنب الملحقات اللي تجي معه اول شيء اخيرا قرص ما من نوع يو اس بي هذا راح يكون درايفرات كاملة موجودة فيه فخلاص ما عد فيه سيدي روم هذا المحول اللي يركب في منفذ البي سي اي اكسبرس علشان نركب عليه اقراص الامداد 2 نقدر نركب فيه الى عدد قرصين امداد 2 ورح تكون داعمة لالبي سي اكسبرس فرح يكون عندنا اداء وفيوتر بروفنج افضل لالاجيال القادمة وهذه كامل الاكسسبرات اللي راح تجي بشكل سريع عندنا علاق للارو جي للمفتاح كيابل الساتا بعدد اربعة كيابل ساتا كلها فيها اثنين زاوية واثنين بدون زاوية كيابل لال اي ار جي بي وايضا كيابل ثاني لال اي ار جي بي عندنا مجموعة مسامير لتثبيت الامداد 2 وما الى ذلك عندنا الاريال اللي يدعم البلوتوث والواي فاي 6 بشكل جميل جدا وهنا عندنا الـ Q connect واخيرا الادات هذه اللي شوف انها صراحة اداة جدا جميلة الادات هذه فكرتها اول شي زي ما حانا شايفين تقدر ان تتعدل الطولة الخاص فيها بالشكل هذا هذه فكرتها بكل اختصار انها ممكن راح تكون واقفة كذا عشان تدعم كرت الشاشة او اذا كنت ركبت كرت PCI Express راح الآن زي ما يقولوا تدعمه زي البركت فرح تكون داعم له بالشكل هذا توقف او برضو تقدر انت تستخدمها بالشكل هذا علشان اذا كان عندك مثلا كرت PCI Express تبقى انت تفك عن طريقة Tab بس ادخلها بالشكل هذا وراح تفتح تفتح القفل الخاص بمنفذ PCI Express نبدأ اول شيء بالجهة العلوية ونشوف المنافذ الخاصة بالطاقة فعندنا منفذين كل منفذ بعدد ثمانية اوبر وطبعا المنافذ هذه خاصة بطاقة CPU الشغلة الثانية هنا واللي صراحة اقدر اسوس عليها انهم جمعوا الهيدرز الخاصة بالPWM او المراوح في منطقة واحدة او في بجانبها عندنا الساعة الخاصة بالاخطاء وهنا عندنا الهيت سينك الجديد واللي فيه عدد شفرات اكبر من السابق واسفل منه عدد 20 Power Stage مقسومة الى 10 مراحل طاقة علشان تعطي افضل اداء واداء متوازن مع المعالج هذا منطقة المعالج يبان فيها السوكت الجديد اللي هو الالجي 1700 طبعا زي ما احنا شايفين الاماكن الخاصة بالتثبيت لل CPU cooler هنا لاحظنا دائرتين معناته انه راح يتوافق مع مبردات الجيل السابق وايضا مع مبردات الالجي 1700 فشي جميل انك ما تحتاج انك انت تشتري مبرد اذا ما كنت ترقي او اذا كانت خطوة ترقي خطوة لاحقة فشي ممتاز انها موفرة والميزة هنا عندنا شقوق الرام اللي تم ايضا تجديده من ناحية انه في هذا الجيل صارت متصلة بالمعالج بمسارين مسار رايح ومسار جاي عوضا عن مسار واحد في الجيل السابق بعدد اربعة تدعم دول وتدعم حتى 128 جيجابايت بتردد 6000 ميجا هرتز اتوقع 6400 ميجا هرتز هنا عندنا هيدر ل ARGB مفتاح تشغيل السريع وعادة التشغيل منفذ 24 منفذ اضافي للطاقة تكلم على المنفذ هذا زي ما احنا شايفين منفذ الـ power هذا راح يغذي منفذ او هيدر الـ type c اللي راح يتوصل بالكيس عشان يدعم خاصية الـ quick charge الى حد 60 واط فلما نوصل الطاقة للمنفذ هذا ونوصل الهيدر هذا بالكيس يكون مدعوم مثلا من كورسير او من لي راح يتم تفعيل خاصية الشحن السريع بقدرة 60 واط وحدة من احلى الاضافات اللي شفت في هذه اللوحة هي اضافة ما يسمى بالquick latch عبارة عن مفتاح لما انت تضغط راح ينفتح عندك القفل هذا الخاص بالPCI express 5.0 بالاسفل هنا عندنا الهدر الخاص بالUSB للكيس عندنا عدد 6 مقابس من نوع SATA express وايضا منفذ ثاني لUSB 3.0 الخاص بالكيس بالاسفل عندنا جمعي لنا هنا الهدر الخاصة بآلية التبريد المائي فهنا نركب الهدر الخاص فيها ايضا عندنا هدر لUSB 2.0 ايضا ثلاثة هدرات ثانية او في الزون الثاني للهيدرات عشان الكيبل management هنا نوصل ثلاثة مراوح بمجموعة ثمانية هدر للمراوح على هذه اللوحة بعدين عندنا مقبسين بالاضافة للمقبس الموجود بالأعلى للARGB ومقبس RGB عادي ومقبس الصوتيات الخاص بالكيس نتكلم الآن على منافذ التوصيل هنا عندنا في هذه اللوحة نقدر نوصل عدد ثلاثة تقراص من نوع M.2 تعمل بتقنية PCI Express 4.0 وكلها راح تكون مبردة عن طريق الشيلد اللي موجود هنا والشيلد اللي موجود فيها الأسفل وآلية التوصيل فيها أو آلية التركيب خلاص صارت أسهل من السابق فقط بإضافة لاتش ما يحتاج كل واحد تركب مسمار فتركب القرصين بمسمار واحد بالنسبة للمنافذ PCI Express عندنا منفذ الأول هو منفذ PCI Express 5.0 الجيل الجديد يعمل بسرعة 16x نوصل مع المعالج مباشرة نوصل فيه إما كرت شاشة أو نوصل فيه الوحدة اللي احنا شفناها الخاصة بقراس PCI Express 5.0 لما تتوفر في السوق أيضا المنفذ الثاني نفسه يعمل بسرعة 16x وPCI Express 5.0 ومنفذ PCI Express أخير عشان نوصل طرفيات فيه الزون هذا والمنطقة هذه رح تكون مضيئة بإضاءة RGB طبعا تقدر أنت تخصصها وتحط لمستك عليها علشان تعطيك منظر جمالي أكثر للوحة زي ما نحن شايفين مغطاك باللون الأسود بالكامل هنا عندنا منطقة Supreme FX اللي تقدم دعم لنظام صوتي 7.1 وأيضا مدعوم بمميزات كثيرة رح نتكلم عنه إن شاء الله في المراجعة الكاملة وهذه الآن هي واجهة التوصيل نبدأها بالنحية العلوية عندنا زر الخاص بالبيس update وأيضا زر CMOS عشان نسوي استعادة للإفتراضيات وفي الجهة هذه عندنا منفذ USB Type A 3.2 الجيل الثاني ومنفذ Type C 3.2 داعم للثندر بولت قدم لنا سرعة نقل توصل إلى 40 جيجا بايت في الثانية أيضا منفذ الشبكة بسرعة 2.5 جيجا هيرتز بعد منفذ Type A وأيضا هنطلق ونقدر حدث منفذ USB ثاني لدعم للثندر بولت منفذين للUSB أيضا تقدم سيت Quick Charge وتدعم سرعة نقل إلى 20 جيجا بايت ثانية وأيضا منفذ من نوع Type C أربعة منافذ ثانية منفذين لنوصل فيها الاريال الخاص بالWi-Fi 6E والبوتوث 5.2 منافذ الصوت داعمة لنظام 7.1 Surround Sound ومنفذ Optical وبالنسبة لي المبرد طبعا هو نفس الإصدار السابق ولكن مع التحديث أنه صار فيه براكت يجي معه يدعم الـ LGA1700 طبعا بالتعاون مع ناكتوى على ضمان 6 سنوات والبومب من تصميم إيزاتيك طبعا توقع الجيل السابع فلما نفتحه راح يجينا البراقة الترحيبية وهنا راح يجينا البومب نفسها والشيء اللي يفرقها أنه صار الآن فيها شاشة كاملة تعرض المعلومات الخاصة فيها الراد الراد اللي موجود عندنا 360 تريد تركب عليه ثلاثة مراوح المراوح طبعا موجودة هنا مراوح بحجم 120 ملي كلها طبعا مراوح باللون الأسود من النكتوى وفي الأسفل هنا البراكت الخاص بالإنتل 1700 زي ما حنا شايفين يتركب هنا والشيء الجميل في لوحة الاسوس زي ما قلنا أنها تركب على المبرد هذا أو على مبرد الجيل القديم وهنا برضو مجموعة الأكسسورات اللي جاء معها عشان تكون متوفقة مع AM4 بإذن الله رح نسوي مراجعة كاملة للمبرد هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة فإذا كان عندكم أي التستفسارات رح نجاوب عليها إن شاء الله أتمنى أن تكون هذه النظرة الأولى نالت على استحسانكم منتظرنا إن شاء الله في المراجعة التفصيلية لهذه اللوحة إذا كان عندكم أن تستفسار في الوقت الحالي رح أسعد بالإجابة عليه ودائما وابدا إذا ما كنت مشترك معنا أتمنى أنك تشرفني بالاشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيات عشان يوصلكم جديدنا في النهاية كان معكم أخوكم مندر نشوفكم إن شاء الله على خير سلام عليكم